لم يكن يوم السابع عشر من شوال عام 1359 للهجرة الموافق الثامن عشر من نوفمبر عام 1940 باليوم العادي في سفر التاريخ العماني الحافل بالإنجازات المتوالية ذلك أنه اليوم الذي شهد ولادة أحد أعظم الرجال الذين غيروا مجرى التاريخ في هذا البلد العريق وأداروا جهة بوصلته نحو الملاحم العظام والإنجازات الكبيرة وعبروا به محيط التحديات الصعبة لذا فلم يمر ذلك اليوم مرور الكرام وبالرغم صعوبة التواصل وقتها وضعف وسائل الإعلام والاتصال إلا أن المجتمع حينها تفاعل معه بفرح واتخذه البعض مناسبة يؤرخون بها بعض أحداثهم وقيدت جدران دراويز القلاع واصطوانات المساجد تاريخ تلك المناسبة وكانت عديد من الخطابات المتبادلة بين أفراد المجتمع تشير لها في مناسبات عديدة تاريخ مولد السلطان قابوس هناك خطاب مؤرخ بتاريخ الخامس منذ القعدة سنة 1359 للهجرة من السلطان سعيد بن تيمور إلى الحاج الزبير بن علي يشير فيه إلى تاريخ ولادة السلطان قابوس حيث يقول والأمر كما بلغنا عن وصول بدن من المحروسة ضفار في مساء هذا اليوم قبيل مضينا لافتتاح المدرسة السعيدية وقد جاءتنا بعض كتب من هناك مبشرة بحدوث مولود ذكر لنا وقد سميناه قابوسا وكان ميلاده في يوم السابع عشر من شوال المنصرم ثم يمضي السلطان في خطابه ليؤكد على الفرحة الكبيرة والسعادة التي غمرته بولادة ابنه كاتبا وقد سررنا بهذا النبأ سرورا لا مزيد عليها ونسأل الله الكريم أن يمد في عمره ويبارك فيها ويمكننا بتربيته وتثقيفه على الوجه الأكمل إن شاء الله ونظرا لأهمية المناسبة فقد توالت على السلطان سعيد بن تيمور العديد من رسائل التهاني من الشيوخ وأعيان البلاد ونعرض هنا نموذجا لإحداث تلك الرسائل ففي رسالة مؤرخة بتاريخ السابع عشر من ربيع الآخر سنة 1360 للهجرة يرد السلطان سعيد بن تيمور على رسالة تهنئة وصلت له من الشيخ هاشل بن راشد المسكري أحد الزعماء العمانيين البارزين وقتها وهو شيخ قبلي ورجل إصلاح بارز وصحفي معروف وبالأخص كتاباته في جريدة الفلق التي كانت تصدر في زنجبار وتصل أعدادها إلى الجزء الآسيوي من القطر العماني وجاءت في الرسالة جناب الشيخ المحب هاشل بن راشد المسكري حرصه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبك يحمد الله الكريم على نعمه السابغة وألطافه الوافرة لا زلت في صحة وعافية وبعد فقد تناولنا كتابك المحرر في الرابع والعشرين المحرم سنة 1360 للهجرة ونشكرك على تهنئتك بميلاد ولدنا قابوس وعلى دعائك صالح له تهاني الوكلاء السياسيين البريطانيين لم يكن حدث مهم كهذا ليمر مرور الكرام في الأوساط الإقليمية فقد أشارت العديد من التقارير والمراسلات والمخاطبات الخاصة بالممثلين السياسيين للدول ذات المصالح في الخليج إلى مناسبة مولد السلطان قابوس في أكثر من تقرير وخطاب وهنا نعرض نموذجا لإحداها ففي نسخة مقتطفة من ملخص الاستخبارات في مسقط رقم 23 للفترة ما بين الواحد إلى الخامس عشر من ديسمبر عام 1940 يشير الرائد توم هيكم بوثام الوكيل السياسي الذي عمل في عدة دول ومناطق بالخليج من بينها البحرين إلى أنه في ظهيرة يوم الرابع من ديسمبر أبلغني السلطان أنه تلقى أخبارا من ضفار مفادها أن زوجته هناك أنجبت ولدا وكان السلطان سعيدا للغاية وقال أن ابنه سيعرف بإسم قابوس ثم يعبر هيكم بوثام عن سعادته بهذه المناسبة من خلال خطاب أرسله إلى السلطان كتب فيه صديقي العزيز الأخبار التي قدمتها لي بعد ظهر هذا اليوم منحتني الكثير من السعادة اسمح لي أن أقدم لكم خالص تهنياتي لولادة ابنكم وأدعو الله أن يحميه حتى يبرهن لك أنه يساعدك في عملك من أجل تقدم شعبك وبلدك وتفضلوا بقبول فائق الاحترام هيكم بوثام قصة البدن الذي حمل البشارة بحسب رواية الباحث سعيد بن خالد العمري فإن أحد خدم السلطان سعيد وصل بورقه من والي ضفار حمود بن حمد بن بريك الغافري إلى السيد علي بن سلطان البوسعيدي نائب والي مرباط يبلغه بولادة السلطان كابوس وكان السلطان سعيد وقتها في مسقط ويطلب منه نقل البشارة إلى مسقط في خشب أهل مرباط السريعة الإبحار وذهب الخادم برسالتي في بدن أن نوخذه مبارك بن بخيت المعلم واستغرقت الرحلة بحرا وبرا نحو عشرون يوما علي بن ضبعان هو أحد الرجال من ضفار وتشير الروايات إلى أنه قام بحمل رسالة البشارة بمولد السلطان كابوس برا من ضفار إلى مسقط وبينما تذهب بعض الروايات إلى أنه أول من بشر بمولد السلطان هو سبق السفن التي تحمل البشارة فإن هناك رواية أخرى تشير إلى أن علي بن ضبعان لما نزل من عقبة مسقط سمع ضرب المدافع من قصر العلم أي أن بدن أن نوخذه المعلم سبقه بالوصول ترجمة نانسي قنقر